تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير مهم جدا 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 ده ضمن مجموعة اللي هي بتاعت أين كنا وكيف أصبحنا هذه السلسلة الرائعة قطاع المصرفي مؤشر قوة وصلبة الاقتصاد احنا مبنى حبا كنا نتكلم مع دكتور مصطفى بدرة طوله هو احنا يا فندم خلال التسع سيين اللي فاتوا تخلفنا عن معاد واحد أبدا طيب تعالنا نشوف احنا كنا فيه زمان في 2013 فتش فتش قالت ايه بقى قالت القطاع المصرفي المصري عنده صعوبات كبيرة وتتجه نحو المخاطر الاقتمانية يعني مش هنسدد والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية يعني معناش والارتفاع في ظل الظروف الحالية يعني تضخمات مزهلة ومخيفة وخاصة على المدى القريب خد بالك بقى القريب في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي ده 2013 2023 نفس دات المؤسسة فتش ده مش 22 ده 23 يا مولانا بيقولك توفر أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة مصدرا مستقرا نسبيا للربحية للبنوك المصرية وأنا توقع نمو قوي في القطاع المصرفي خلال العشر سنين اللي جاية ويوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك ده فتش خد بالك الكلام اللي قالوا مبارح دكتور مصطفى بدرة كنا بنتكلم فيه على أساس إيه على أساس كلام صندوق النقد الدولي اللي بيتكلم بشكل إيجابي جدا على مصر واللي تكلم على أنه مصر بتسدد في المواعيد وأنه الطروحات اللي تعاملت والصفقات اللي تم إتمامها بابا تقريبا واحد وتسعة من عشر مليار دولار إنما تدفع بالمزيد من الموثوقية في الاقتصاد المصري وفي هذه الطروحات وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر ده اللي هو المستثمرين العرب والأجانب يبدأوا يخشوا حطوا فلوس جوة مصر يستثمروها في المصانع والمشروعات المختلفة مش الهوت ماني حاجة تانية خالص يبقى الكلام بتاع مبارح صندوق النقد أدي واحد الكلام بتاع فتش أهو في نفس دات العام عشرين تلاتة وعشرين يقول لك إيه إحنا في التمام طب تعال أخذك على البنك الدولي مش صندوق النقد الدولي في 2013 قالوا علينا يتعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات ساهمت في زيادة تعرض البنوك للمخاطر خد بالك كلهم كانوا بيتكلموا على أنه البنوك في مصر في 2013 أسطر علينا يا رب كله كان مرعوب على البنوك اللي في مصر التوقعات كلها بنهيار مصرفي طبعا الإخوان كانوا جايبيننا الأرض تلت ومتلت مش شككوا العالم هم خلوا العالم لف وظهروا وقال يا فكيك بسبب الإخوان بس عشان تبقى فاهم وارجع للتقارير الدولية اللي استثمار في مصر كان بالسالب من الصفر لكن عنده قرشين سحابهم ومشي حتى الاستثمار المحلي ما بيقولك دايما رأسا ما الجبان خب بعضه مشي طب الأجانب مشوا مش سابوها لو سابوها هيبقى صفر ده مشي صفر لا ده بالسالب ناجاتف طيب يجي البنك الدولي نفسه في 2022 يقول القطاع المصرفي فمصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع وده اللي بيشير إلى استقرار القطاع وفرة السيولة فيه أحد ممكن يسأل لي يوسف أنا أهمية ده بالنسبة لي إيه المؤسسة الدولية هاي اللي بتقولك القطاع المصرفي في مصر إيجابي نصا أهو يتمتع بالقفاض في نسبة القروض يشير إلى استقرار القطاع وفرة السيولة توسيع قعدة المدعين بالبلوك ده هم اللي بيقولوا فتش والبنك الدولي تعالي وريلك البنك الدولي أسف تقرير تنمية البشرية الصدر عن الأمم المتحدة في عشرين عشرة كان بيقول إيه عشرين عشرة عشرة تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة كان نظاما لا يلتفت على الإطلاق لا للفئات الأكثر استحقاق ولا فرق مع اقتصادهم ولا فرق مع توفير لهم مشروعات ولا تمولات ولا أن يخرجوا من مرحلة العوز لمرحلة الاستغناء المالي والقدرة على الاعتماد عن نفس ولا فرق معاه ده تقرير الأم التحدة ده مش تقرير يوسف هم اللي بيقولوا كده على 2010 ولا 11 ولا 12 2010 تخلي بقى العائل هاتيفة يطلعون على تويتر تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة في ضوء القصور الواضح في نظام تمويل القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعني أنا مش مهم عندي الفئير مهم الودي بأغاني ويهايس وانبسط فئير مين يا عم؟ احنا بتوع فقرة اضبط للاغنية كده ودلعهم ده كلام تنمية البشرية تقليل تنمية البشرية الصدر عن الأم التحدة مش احنا طيب ما تيجي نشوف كده هم قالين ايه علينا؟ احنا بقى عشرين واحد وعشرين اتخذت مصر عدة إجراءات لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزاد حجم الاقتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفي يهمني في ايه يا يوسف؟ حضرتك اتقدم للبنك بمشروع متناهي صغر وصغير وهتاخد التمويل ومية فل واربعتاشر وهتشتغل وهتحقق فلوس وهتكسب وهتخرج برة مرحلة العوز والاحتياج إلى أي معونة أو أي مساعدة إلى أنك انت اللي بتكسب وبتمبسط